قبل أقل من أسبوعين من إجراء الانتخابات التشعية الألمانية أظهرت استطاعة رأي في ألمانيا أن الاشتراكيين الديمقراطيين استطاعوا تقريس الفارق بينهم وبين المحافظين وذكر أحدث استطلاع نشرت نتائجه لحد أن الحزب الاشتراك الديمقراطي المعارض في ألمانيا تمكن من الحصول إلى نسبة 25% في حين انخفضت شعبية حزب المستشار أنجيلا ميركل المسيحية الديمقراطي من 41 إلى 40% كما انخفضت كذلك الشعبية شركه في الاتلاف الحكومي حزب وزير الخارجية فيستيفيلي الليبرالي الحرمي 6 إلى 5% المستشارة الألمانية السعية الفوزي بولاة الثالثة دعت أمس أنصار حزبها خلال مهرجان شعبي في مدينة دوسلدوف غربي ألمانيا إلى تصويت بكثافة على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو على الاتحاد المسيحي الاشتراكي في بافاريا في هذه الأثناء نفى منافس الاشتراك الديمقراطي بيريشتاينبروك أن تكون هناك علاقة بين محاولة ابتزازه الأخيرة والمعركة الانتخابية الحالية وفي مقابلة مع صحيفة سار بروكر تسايتونغ الألمانية الصادر اليوم قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه من الملاحظ أنه ليس لهذا الأمر علاقة بالمعركة الانتخابية مع الأحزاب المنافسة شكرا للمشاهدة